ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتدررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم التاسع شتنبر 2023 ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهدف إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتدردين خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتدررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة في أقرب الأجال وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يد جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية نحو خمسين ألف مسكن إنهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتدررة ويشمل البرنامج من جهة مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللإضطرابات الجوية أو في فضاءات استقبال مهيئة وتتوفر على كل المرافق الضرورية من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المانية وفي هذا الصدد أتار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالانصاف والإنصاط الدائم لحاجيات الساكنة المعنية ويتمثل البرلمج من جهة أخرى في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي ومن المقرر لهذا الغرض تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا كما شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع ترات المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة من جهة أخرى جدد جلالة الملك حفظه الله خلال اجتمع العمل التأكيد على تعليماته السمية حتى تكون الاستجابة قوية سريعة واستباقية مع احترام كرامة الساكنة وعاداتهم وأعرافهم وتراتهم فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس مندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتذررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنية التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية هذا البرنامج دو الأبعاد المتعددة سيعبئ أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة مع الفاعلين من الفاعلين الخواص والجمعويين وكذا الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك والتي يجدد لها جلالة الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة وخلال هذا الاشتماع تترق جلالة الملك حفظه الله أيضا إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامة الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيئية أعتى صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسترة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض وذلك في أقرب الأجال وهكذا يظهر المغرب مرة أخرى بفضل رؤية وعمل عاهله قدرته على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه حضر اجتماع العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة ووزير الداخلية سيد عبد الوافر الفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتح العلوي ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سيدة فاطم الزهراء المنصوري والوزير المنتدى بلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانيا السيد فوزي القجاع والفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية كان هذا بلاغا للديواني الملكي موسيقى موسيقى